هي مشاهد سينمائية نفتتح بها حديثنا عن السينما هذه قاعة من بين خمسين قاعة أخرى ضمن مشروع مئة وخمسين قاعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل الهدف الرئيسي هو تقريب المواطنين من الثقافة كيفما كان نوعها هي خشبة مصرحية تم أقلمتها لكي تتمشى مع السينما تم تبني مجموعة من تقنيات الحديثة والعصرية لكي تتمشى مع باقي العرض القاعة مجهزة لاستقبال العاشقين بمختلف فئاتهم المكلفون بالجانب التقني يحرصون على ضبط كل التفاصيل الصوت والأضواء إلى غير ذلك لضمان تجربة سينمائية فريدة ثلاثة مواعيد مثلا تخصصها الوزارة في مرحلة الافتتاح هوبر فاطمة المرنيسي والإخوان التذاكر ما بين خمسة دراهم وعشرين درهم والمكان المركز الثقافي تمسنا هو مشروع طموح لماذا؟ لأنه يقدم حلا مهما جدا لتوزيع الفيلم المغريبي وطنيا الكل يعرف أن الصناعة السينمائية المغربية تشكون من فراغ ومن قلة القاعات بعد إغلاق كثير منها الآن خمسين قاعة دوشينات مئة قاعة ستجدشا في أفق سنة أو سنة ونصف يعني هذا فضاء كبير ومهم جدا لانتعاش الصناعة السينمائية المغربية من تمسنا انتقلنا إلى السخيرات أطر الوزارة وإدارة المؤسسة تحضر لمتابعة العروض الأولى الفرق التقنية في كل القاعات تحرص على إضافة اللمسات المهمة وتقدم خدمة سينمائية فريدة لإنجاح هذا المشروع هنا في سلام مثلا التي انتقلنا لها للتعرف على تجربة ثالثة التقينا بنسرين شابة مغربية طموحة تسعى لخدمة عشاق السينما وباقي الفنون بكل كفاءة ومهنية كانت عندي تجربة زوية عجبتني هنا جاوة لنا سمسلسان أمدالونا فورماسيون بالنسبة للأفلام كان سيستام خاص وكيكون واحد معلومات خاصة التي توصل للتقنية فقط كيكون عنده كلمة سر فقط باش يدخل لي يلقى واحد الرابط فيه الأفلام كتكون مختارة يعني ماشي المركب أو الجهة اللي كتختار بل سيستام ووزارة الثقافة للأطفال ناصبهم الهم في برنامج العرض اللقاء بين مسؤولي الوزارة وباقي المديرين ومسؤولي المراكز الثقافية وإحدى المحطات الأساسية لمتابعة عملية التنزيل الفعلي لهذا المشروع وهنا بسلا كانت زيارتنا الأخيرة في هذا الإطار بمركب التنشط الفني والثقافي سلا تبريكت اشتركوا في القناة